موسيقى مرحبا بحضرتكم شاهدين الكرام في ضيف المساء نعود اليوم للحديث عن أشغال المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية الذي نظم تحت شعار الملكية الفكرية وتحديث الذكاء الاصطناعي بعاصمة الاقتصاد والمال الدر البيضاء ويروم هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس تسليط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والابتكارات المصممة باستعمال الذكاء الاصطناعي وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة برزا وزير العدل عبداللطيف وهبي أن التطورات المتسارعة في تقنية الذكاء الاصطناعي أحدثت ثورة حقيقية في طريقة إنتاج وابتكار المصنفات الفكرية والإبداعية سنعود مشاهدين بالتفصيل لأحداث هذا المؤتمر العربي الثالث المهم جدا فيما يخص الملكية الفكرية مع الأستاذ هشام الناصري أستاذ الباحث في القانون الاقتصاد الخاص والخبير في ملكية الفكرية أستاذ مرحبا بكم شكرا جزيلا على الصدافة ومرحبا مرحبا أستاذ هشام بداية أترك لك المجال كيف تعلق وكيف تابعتم أنتم كنتم حاضرون في هذا المؤتمر المهم جدا كيف كان ربما ما أبرز الخلاصات كيف تعلق في البداية على تنظيم المغرب لهذا الحدث المهم بصراحة يجب أن نضع تنظيم المغربي لهذا الحدث المهم في صياق دينامية المغرب لننفتاح على كل ما هو مستجد فجلالة المالك ما فتئة يدعو إلى انخراط كل مؤسسة الدولة في العالم الحديث عبر إحداث الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية عبر إحداث مجموعة من الأقصام والمديريات المتعلقة بمواكبة التشريع الرقمي بمواكبة الرقمنة هناك استراتيجية فيما يخص الملكية وحسب التوجيهات السديدة كذلك لجلالة المالك والوزارة التليم العالي فنواكب كذلك كباحثين هذه الدينامية فكانت المبادرة من جامعة الحسن الثانيين من كل الحقوق المحمدية لاستضافة هذا المؤتمر في نسخته الثالثة بالمغرب نعم الذي يرعاه بشكل خاص وسامن جلالة الملك نعم أشغال هذا المؤتمر العربي أستاذ هشام يعني انطلقت بشعار مهم جدا نضع المشاهد الكريم في تفاصيلها الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي كيف تقرأ هذا الشعار؟ القراءة هذه الشعار هي قراءة تستحضر توجه العالمي من هذه التوراة في الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تسائل كل الأطر التقليدية سمع على مستوى المؤسسات أو على مستوى البحث العلمي أو على مستوى الإنتجات أو حتى المساء على مستوى المبادئ المؤسسة للمفاهيم مفهوم الشخصية القانونية مفهوم الشريع أو المقاربة التي يجب أن نتبنى بها الشريع لذلك هذا الشعار هو يسير العصر والمرحلة ويحاول أن يصابق وأن يصابق الركب في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي واستفحاله وانتشاره في كل المجالات أفهم من كلامكم أستاذ بأنه ربما الهدف من تنظيم هكذا مؤتمرات يبقى هو البحث عن الحلول البديلة التي تتماشى والعصر فيما يخص الملكية الفكرية نعم فكانت المقاربة التقليدية هي مسائرة التطور الآن يجب أن نستبق التطور لأن سرعة الدكاء الاصطناعي في الانتشار لا تترك مجالا للمشارعي كي يسيره بل يجب أن يستبقه لكي يتمكن أن يكون أذكامين لذلك حاولنا أن نستضيف هذه النسخة وأن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي قبل أن ينتشرها في كل المجالات فيجد المشارع نفسه عاجزا عن مسائرته يجب أن نستبق في مقاربة استباقية وهذا محور ما كان في مجمل المداخلات من أجل المستقبل أنتم حضرتم في هذا الحدث العربي البارز ما رمزية أن يقام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك؟ هذا ليس بالسهل يعني يعطيه رمزية أكثر أكيد أكيد لأن المبادرة كانت وفق توجهات الدولة برئاسة جلالة الملك وإضفاء رعاية السامية له تؤكد أن الملكة بلك البلاد نصره الله لا يطلق شعارات فقط بل ينخرط ويساهم في دعم ومواكبة هذه المبادرات في كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل تنزيل هذه التصورات أنتم تمثلون المغرب أستاذ هشام ما دلالات تنظيم المملكة لمثل هكذا يعني أحداث المؤتمرات عربية في هذا المجال؟ فأكيد ربما من محاسن الصدف أن تنظيم هذا المؤتمر الذي كان إعداده لمدة سنة فارطة جاء بتزامن مع زيارة باكرون فهذا يعكس موقع الدولة المغربية وانفتاحها سواء على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العربي وعلى بعدها الإفريقي فهذا يعكس هذا الإشاع التي تمثله الدولة المغربية في حفاظها على هويتها وارتباطتها العربية مع الارتباط مع جدورها الجغرافية ولانفتاحها على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بصراحة حققت الأهداف ما بعد نهاية هذا المؤتمر التي سطرت ما قبل بدايته؟ صراحة بعد تلاوة البيان الختامي يمكن أن نقول بكل ارتياح أن المؤتمر كان ناجحا وحقق كل أهدافه بحيث أن التوصيات التي كانت أكبر من المأمول بحجم الخبراء الذين حضروا للمؤتمر والتوصيات التي خرجوا بها التي تستبق وتضع فلسفة جديدة للتشريع من أجل التحديات يعني نعم من أجل التحديات وتضع إطارا قد أقول شبه واضح لما يجب أن نكون عليه من أجل ضبط وتقنين هذا الوافد الجديد الأكيد الذي يفرض نفسه بقوة يفرض نفسه بقوة ويعجز تحديات على الملكية الفكرية بكل أبعادها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذلك الملكية التجارية والصناعية نعم نقف عند كلمة السيد عبداللطيف وهبي لأنها ربما في الجانب القانوني مهمة جدا يقول بأن ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي يضم المفاهيم أو يضع المفاهيم التقليدية التي تفترض أساسا عن الإبداع والابتكار هم نتاج العقل البشري موضع التساؤل عميق ويثير عدة تشكالية وتحديات تتعلق بالمسؤولية القانونية عن الانتج الفكري ماذا يعني ذلك؟ فكانت الكلمة عميقة جدا وأود بداية أن أشكر وزارة العادل التي كانت من رعاة هذا المؤتمر إلى جميع جمعات من الرعاة هذا يعطي المؤتمر أيضا؟ زخما ويعكس حتى تغيرات كل المؤسسات عندما تحدث عن مجلس الأعلى للسلطة القضاءية كدهم وعن مجلس الجهة وعن المكتب المغربي للميكية التجارية والصناعية وعن المكتب المغربي لحقوق المؤلف فتأكس أن كل المؤسسات الدولة منخرطة في هذا التوجه الذي سنه صاحب الجلالة كلمة سيد وزير العدل تعكسه فعلا عمق الإشكالات والتحديات الحقيقية فهناك شبه ثورة جديدة في المفاهيم القانونية فكان الشخص الاعتباري الشخص في القانوني هو الإنسان بعد ذلك كانت ثورة منظمة التجارة العالمية والضغط من أجل إعطاء الهوية أو الشخصية القانونية للرأس المال عبر شركات المساهمة الآن لا يجوز الحديث عن إمكانية إعطاء الشخصية القانونية لدكاء الاصطناعي فهذا يسائل عن مفهوم الشخصية القانونية في شكل يتجاوز المبادئ التي أتت بها الدولة الحديثة ومبادئ الأنسنة التي تضع الإنسان هو الفاعل الآن الفاعل أصبح آلة وأصبح فهل نعترف له بشخصية القانونية؟ أكيد أكيد ماذا عن التحديات أستاذ هشام التي تقف في طريق ربما الملكية الفكرية تجاه الذكاء الاصطناعي في المستقبل وأنتم مراقب ومتابع وتحضرون في كل تظاهرات الخاصة بهذه الأنشطة المهمة جدا هناك تحديات على عدة مستويات نتحدث مثلا على مستوى الإنتاج فساعة تشريعت دائما إلى حماية الملكية الفكرية كوسيلة لتشجيع المبدعين على الإنتاج الآن عندما سيصبح كل إبداع بشري قابل للقرصنة عبر وسائل الدكاء الاصطناعي فهذا سيحبط المبدعين وقد يعطي قلة في الإنتاج الفكري وفي الإقبال يؤثر بشكل كبير ثم على مستوى التقنين فإن كانت الإنتاجات نتجة عن استعمال الدكاء الاصطناعي متكاثرة فكيف يمكن تتبعها؟ كيف يمكن مراقبتها؟ كيف يمكن تقنينها؟ ونتحدث عن المسؤولية من المسؤول؟ هل من برمج الأول؟ أو خاصة في البرامج التي تعيد البرمجات الذاتية؟ فكيف يمكن ترتيب المسؤوليات؟ خصوصا مع هذه الثورة الخطيرة التي نعيشها اليوم؟ أعطى الخبراء الحاضرون عدة أرقام فعلا تسائلون يجب أن نقف عندها ويجب أن نستبقى الأمر من أجل وضع ضوابط فسواء على مستوى المقاربات أولا يجب أن نتجاوز المفهوم التقليدي للتشريع إلى وضع ربما أخلاقيات مقاربات تترك للبشر أو للقاضي أو المطبق حرية بتكييف القواعد حسب المتغيرات المتسارعة نعم في سؤال آخر أقل من دقيقتين ربما ما هي تحديات المغرب هذه المرة فيما يخص هذا المجال وفيما يخص حماية الملكية الفكرية أنتم كمختصون في أقل من دقيقة فتحديات المغرب هو مواكبة ما يحدث في العالم ومحاولة الاستباق من أجل وضع ضوابط عامة ومبادئ عامة وكذلك على المستوى تشريعي ثم على المستوى المؤسساتي هناك إحداث المؤسسات يجب تأهيلها وإطلاقها للعمل بكل الإمكانيات والاستقلالية في أقرب وقت نعم أستاذ هشام الناصري الباحث في القانون الاقتصاد الخاص والخبير في الملكية الفكرية نشكرك على كل هذه القراءة شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا لكم أستاذ هشام كالعادة لكم وشكرا مشاهدين الكرام بعد قليل نشرة مفصل الأخبار إلى اللقاء